حراك شايفين عكاس اللي احنا شفناه مبارح واللي شايفينه النهاردة في بعض الدول حيبقى ازاي على الانتخابات في الداخل؟ هو طبعا اللي احنا شفناه مبارح دي مظاهرة حب اعتقد انه احنا هنا المصريين اللي موجودين في بلدهم لن يقل الشعور الوطني لانه احنا شايفين اللي بيحصل حوالينا من ناحية نمرة اتنين احنا المرحلة اللي جاية محتاجة نوع من تأكيد ولقنا للوطن تأكيد انتماءنا للوطن تأكيد ان احنا في هذه الظروف التاريخية على قلب رجل واحد التحديات الكبيرة اللي احنا شايفينها حوالينا سواء في غزة او في ليبيا او في السودان او في الدول اللي حوالينا في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كلها فاعتقد انه الاستقرار اللي احنا شايفينه في مصر والعالم كله شايفه تأثير مصر على مجريات الاحوال ومجريات الامور في المنطقة ده بيستدعي مننا جميعا ان احنا ايام الانتخابات طبعا في الداخل يوم 10 و 11 و 12 كلنا نطلع في اليوم ده نعبر عن حبنا وولاءنا وانتماءنا لبلدنا اعتقد انه المصريين مش محتاجين انه حد يقول لهم روح لا في الازمات المصري بيكون حكسر حرصا على بلده فاحنا النهاردة بعد اللي احنا شايفينه والمحاولات اللي بتستهدف مصر في المقام الاول هي مصر المستهدف يعني احنا النهاردة مطالبين ان احنا نعبر عن ده صوتنا المفروض ان كلنا يعني يعني كل المئة مليون اللي لهم حق الاقتراع حاجة وستين مليون اعتقد انه هم مطالبين ان هم يتوجهوا الى صندوق الاقتراع ويعبروا عن ارادتهم بانفسهم فانا متوقع ان الاكبال ان شاء الله هيكون كسيف يعني وكمان النقطة الحركة اشرت اليها استشعار الخطر ده بيدفع المصري انه هو يمارس حقه الدستوري وينتخب ويصوت فيه العملية الانتخابية مشهد مهم جدا امبارح واحنا من خلال طبعا التغطية المتواصلة طوال اليوم من الساعة الساعة صباحا وتواصلنا مع ابناء الجاليات المصرية فكرة التيسيرات اللي بتقدمها السفرات والقنصليات المصرية اكتر من حد بيأكد على هذه الفكرة انه لا هذه المرة في تيسيرات كبيرة جدا بتقدم تسهيلات فيما يتعلق باجراءات التصويت او العملية الخاصة من ساعة دخول المقر الانتخابي حتى الادلاء بالصوت في صندوق الاختراع اهمية هذا الجانب في العملية الانتخابية من قبل وزارة الخارجية طبعا المشرفة بتعاون من الهاء الوطنية للانتخابات على تسهيل وتسير عملية الانتخابية هو زي ما حضرتك اشارت العملية الانتخابية اللي بدأت كان فيه ملاحظ انه كان فيه جهد غير عادي بوزل لتيسير العملية الانتخابية لانه طبعا الحدث غير عادي والتصويت طبعا تم خلاله يعني الهيئة الوطنية للانتخابات عملت غرفة عمليات كانت متواصلة مع كل الصفارات في الخارج وزارة الخارجية بزلت جهد يعني ملموس وزارة الهجرة كمان وزيرة الهجرة توجهت فيه قبل الانتخابات وبزلت جهد في انه يعني برضو يكون فيه توعية للمصريين اللي الاستحقاق الانتخابي برضو كان يعني ممكن يكون هو مش مدرك لأهمية الاستحقاق لأ عارف انه لأ الموضوع مهم وانه لازم يكون فيه له دور السفارات كمان والقنصليات في الخارج بزلوا مجهود غير عادي واللافت في الموضوع ده انه يعني مثلا السفارات اللي هم عارفين انه اعداد المصريين موجودين طبعا فيه تسجيل اعداد المصريين في كل السفارة لموجودين في اي بلد اعتقد انه كل بلد كيف اموره يعني حسب رؤيته لأعداد الهيئة ويقبلوا على صناديق الابتراع سواء حتى من المقيمين او الزائرين بالضبط لانه من حقك تنتخب لو انت توجدت في هذه الايام فالملاحظ انه كان فيه فعلا زي ما حضرتك تفضلت تيسيرات كان فيه الدخول حتى كان منظم كان فيه حتى تنظيم ذاتي من الناس اللي توجهوا الى صناديق الابتراع المشهد يعني فعلا كان معبر الاعلام المصرية كان كل واحد رايح وحريص على انه ياخد علم بلده معاه دي برضو مظاهرة حب اعتقد انه كمان المصريين اللي موجدين هم جمعوا بعضهم في مجموعات يعني مجموعة اصدقاء يلا هنروح النهاردة الساعة كذا انا ليه اصدقاء مثلا في الكويت وفي السعودية وفي الامارات كانوا حريصين على انه هم يجمعوا بعض وهنروح يعني المشهد يعني بجد كان زي ما بيقولوا احتفاليا مبارح كان فيه ايام يعني مثلا زي اليوم الاقبال مبارح هو في بعض الدول كان يوم عمل عادي ومع ذلك كان الحرص من الشباب اكتر من كبار السن كبار السن كمان على الرغم من بعضهم ظروفه الصحية كانت يعني برضو صعبة شوية لكن كان حرصه انه يتوجه وانه يقدي دوره يقدي واجبه فالمسألة مبارح كان فيه بالفعل مشاهد مشاهد معبرة يعني زي ما حضرتك قلت التنظيم كان على اهل مستوياته نأمل انه يستمر النهاردة وبكرة لانه النهاردة انا متوقع ان الاقبالة هيكون اكتر بكرة كمان هيكون اكتر لانه يوم اجازة يوم عطلة رسمية في معظم دول العالم فان شاء الله تستمر هذه المسيرة وانه الاستفارات كمان كان فيه اولا تواصل مع غرفة العمليات هنا كان فيه حتى يعني المستشار احمد البنداري رئيس غرفة التصويت في الخارج كان حريص على انه مجموعة المستشارين اللي موجودين في غرفة العمليات يشوفوا ايه المشاكل العقبات وحلوها على الفور فما كانش فيه هناك اي يعني اي مجال انه الموضوع ما يتحلش في وقته يعني احنا بنحيي طبعا الهيئة الوطنية الانتخابات لانه التنظيم كان على مستوى وزارة الخارجية طبعا بذلت جهد سفاراتنا وكنسلاتنا في الخارج كانوا على مستوى الحدث فاعتقد ان مبارح كانت صورة رائعة بكل المقاييس